اهلا بكم اخواتي ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة اليوم ان شاء الله رح نديروا واحدة طبق ليجي يبنين على الثل اكيد رح تقولوا يعني باللي رح يجي يبنين مع هاد الكمية انت اللحم حبيت نقول لكم ديزا هادا يعني ماهوش لحم خاروف ولا هادا يا لبنات رح تتغربوه هو ديل البقر او ديل البقرة دفيرة البقرة كما نقولوها هكا بالدرجة بس تفهموني امليها طبعا انا من الناس اللي ماكنت متولها لها اطلاقا كما على بلكم نشريو الحم دي مغزو ديراكت ما منفقوش خلاص يعني هذا ديل انت البقرة ولكن حكاوا قدامي باللي يجي يعني فيها الحم ويجي بزاف ابنين صراحة يعني كحكاوا عليه كيف ما قدامي تشاهدو وقلت هادا لازم 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 نشريه ونجربو وقلت ايدا يعني ماشاش مليح مرحش نحط الوصفة ابدا فينا الما اجا كما قدت لكم عزل عزل هادا دي شا ماهوش يعني مهيش الدفارة كاملة يعني راهي منقصة منها بلك درت منها تلاتة اربع ودتخون شاكا كبار كانوا يعني على جيها كما شدتو هنا وجت الوازم اللي راح انت راح ندير راتي في الفور وجت الوازم هادي كاملة ومعد جبت صينية الفرن درت فيها شوية انتع زيت ومرثو صغير انتع زبدة حطيت هنا درت بصلة متوسطة للحجم مفرومة مليح مليح درتها مع ستة سنات انتع توم وهنا جبتيا لبنات طماطم مصبارة فلانو طماطم تاي كما قدت لكم حمرة يعني ومليحة فانا هنا ما طماطم ما درتش بزيف يعني كما شدو نص مغرف هنا لانو بقعت برك خلاصة لي وبقعت هديك شوية زيتها هنا عندي التواب اللي استعملتها هي كوركم فلفل حمر بابريكا قصبر وفلفل اسود وطبعا ملح درتها عصير نصف ليمونة بركة باش لكان يعني في هديك الاطراف تعلحم شوية انتع شحمة ما تضرناش على كل حال ما فيهاش شحمة بزيف وهنا خديت كمية من المعد نص المقطع رقيق وضحتها قد كم كانت شوية صحتها شحمة ولكن يا لبنات يعني مش حاجة يعني مش بزيف بزيف تخلصت منهم وهنا درت كيماشتو يجي واحد الفنجان هكا تعمى صخون بركة باش لما غيناد انتعي يعني ها جريت هكا تشوي عقدة جبت الاطراف انتع هديك اللي يا او هديك هديك الديل كيماشتو معمر الحم دا يغلي يشوفو يحطو الكرومة تاع الكبش وحد ما اداها فيها خلاه باللي هدي يعني الديل تاع البقرة طبعا نضفتو وعقبتو هكا تحت الماء مليدين هكا وكل شي ونحي تلوكي ما قد كم هديك بركة الوحدة الزيدة هديك الشحمة هديك الزيدة يعني خليت تقريبا غير اللحم خليت ها هدي اللحم تتمارينه حوالي ساعة ونص ومن بعد يا لبنات مرقتها بماء ليكون يعني كنت سخنته من قبل حتى يوصل درجة الغلايان يعني الكمية الكافية اللي باش يطيب هاد اللحم شعز الفرن يضخن على 180 درجة وغطيت الصينية تاعي اولا بورق الطبخ ثانيا بورق الاليمنيوم على الجيهة الثانية يعني الجيهة اللي تبريه يلي حطيتها من التحت ودخلتو اي طيب هكاك حوالي واحدة ساعتين هكاك انا حطيتو جوية هكاك تسعة واحدة الساعتين احنا ضفت المالي انو بلي باللي يعني مش بثيف وطبعا بلا ما ننساو قريا انتا فلفل حار بهالطريقة وبعد كما قلتلكم ندخلو اي طيب طبعا لازم ياخد وقتو في الطيب باش يجيكم طيب زبدة من جيهة اخرى يا لبنات انا يعني فرطي تاي كما ولفتو بيا سوال الحمس وعد جيش ولا اسمك ولا ندير غير الباطاطا بس كو هادا وش ناكلو معاه تقدرو تديرو سنارية خودر واش حبيتو بصل طماطم واش حبيتو طيش معاه هادا كل حمتاكم انا حكمت الباطاطا غفلتها قطعتها بواسطة القطاع المشرشة فاقليتها وحطيتها في بابي اب صغبون لما فاتت الثاعتين وكما ركمت تشوفو الحمتعي طاب هديك لصص اخترت شوية ولا تتهبل في الوقو انتحا يعني ضقتها هك شوية جيت حارة بس كدرت فلفل حار حمرة هك تهبل وبنينا بعدوليتها ضفت هديك الاطراب او بالاحرى هديك الدوائر مثال باطاطا تاعي وعاودت رجعت الطبق انتاعي للفرن يعني جست ما هديك الباطاطا تزيد تحمر شوي يا برك وتاخد بنت هديك لصص وثيبا ومبعد حطيتها في طبق التقديم حطيت الباطاطا تعيب هادا الشكل وحطيت الاطراف طبعا بزيف وشية في صحن تقديم برك حطيت كتافي تغيرها بثلاثة اطراف درت لهم هكا رشتها مع دنوس ورافقتهم بدوائر انتاع ليمون لاطباق هدي الدسيمة نرفقوها ديمة بالليمون باش يعني ما يقترش فينا هديك الدوسة اذا وصفة هايلا ننصحكم انكم يعني تجربوها على فكرة يمكن في المنطقة بعد اللي انا نسكن فيها هادي يعني دايل البقرة هادا يتكوموند يعني ما هوش كما اقولو ما يترلكش حتى يعني انا قلتلكم ما كونش فيقة فيقة بيه فينا المظهر بخ كوموند حتى لازم تكومونديه باش يوفروه ولكسينو يطيرو به لانو مش يعني بزاف ناس فيقاليه بلي فيه الحام وبليبنين وهكا اه حتى البنة اللي فيه فيه بنت يعني لحم الكبش مش حتى لحم البقر هدا هو الفيديو نتاليوم شاء الله يكون الاعجابكم نلتقي في فيديو لاحق مع السلامة